تعالوا نحكي مع حضراتكم القصة من الأول من أقل من شهر يمكن إحنا طرحنا في 90 دقيقة هنا سؤال كبير وعريض وكنا مهتمين جدا بالإجابة عنه وهو من هي ليسترس؟ من هي رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة؟ من هي امرأة بريطانيا الحديدية الجديدة؟ طبعا فيه إشارة ليه مارجرد فاتشر اللي كانت يعني تلقى بالمرأة الحديدية طرحنا السؤال ده من أقل من شهر النهاردة بنطرح سؤال مختلف شوية بنقول هل رئيسة وزراء بريطانيا هتستمر في منصبها؟ طب ليه بنطرح السؤال ده؟ ليه من شهر كنا بنقول هي مين الست دي؟ وليه النهاردة بنقول يا طرح هي هتكمل ولا مش هتكمل؟ هقول لحضراتكم السبب في هذا السؤال والسبب أن الطرح مختلف من شهر عن النهاردة أو أقل من شهر يمكن ما كملناش حتى أربع أسابيع السبب أن في شركة دولية متخصصة في أبحاث الإنترنت اسمها يوجوف دي مقرها الرئيسي في لندن شركة محترمة جدا ويعني بيعتد بيه تقاريرها بشكل كبير الشركة دي عملت استطلاع رأي نتيجته كانت مفاجأة كبيرة جدا وأستاذ خالد يعرض لنا لو سمحت نتيجة استطلاع الرأي الاستطلاع ده بيقول إيه؟ بيقول إنه 51% من الإنجليز مش عايزين السيدة ليه تكمل في منصبها 51% يعني أكتر من نص الإنجليز مش عايزينها خلاص طب ليه ده هي لسه يا دوب ما كملتش أربع أسابيع الست يعني ما لحقتش حتى تفرح بمنصبها وهقول لحضراتكم بقى كمان ده هي ما لحقتش تطلع غير قرار واحد لكن القرار ده كان استقباله سيء جدا وده له علاقة باللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه القرار اللي هي طلعته كان قرار اقتصادي الهدف منه أنها تخفف على الناس وتخفف الفواتير وتخفف الضرائب وتخفف الكهرباء لكن هي تفتق ذهنها أنها تعمل ده ازاي قلت لك أنا هعمل ده عن طريق قروض حكومية وأتوسع فيه الاقتراض الحكومي طيب نتيجة ده ايه؟ أن الجنيل استرليني تبهدل وتراجع أداءه في الفترة الأخيرة من بعد القرار في الكام يوم اللي بعد القرار بشكل كبير جدا وشكل أزعج الانجليز وأغضبهم ودايقهم وازاي ده يحصل طيب هي ليسترس أول ما لقيت أنه نتيجة القرار ده سيئة بدأت تصريحاتها تتراجع ايه؟ واحدة واحدة الأول قالت نتيجة القرار فعلا مش تمام وشوية وراحة قايلة كان محتاج دراسة معينة ومحتاج أنه يتطبق بطريقة محددة طبعا الجرائد البريطانية ما تتوساش مسكنها بقى مقالات وأخبار بقالهم كم يوم آدي مثلا دي جارديون اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة قدامكم قالت إيه؟ قالت نوليسترس بتصرفتها بتضر حزبه اللي هو طبعا حزب المحافظين أحد الأحزاب الأساسية واحد من الحزبين الرئيسيين في بريطانيا هو وحزب العمال الانقسام دوت بيحرج الحزب وبيضر الحزب على فكرة ده كمان عايزة أرجع بقى برضو لنتيجة الاستطلاع الرأي اللي عمله يوجوف لأنه برضو في نتائج مهمة في الاستطلاع استطلاع قال أول حاجة إن 51% من البريطانيين مش عايزين لسترس كاتبين حتى هنا شود ريزاين عليها أن تستقيل ومقابل 25% بيقولون هي شود ريمين انهرال أو تبقى في منصبها تمارس مهام عملها بالإضافة لـ 24% قالوا إن هم مش عارفين أو مش قادرين يحددوا موقفهم طيب من النتائج دي هنستخلص برضو كم معلومة كده مهمة نسبة كبيرة من اللي صوتوا لصالح إنها تغادر منصبها وتمشي هم كانوا من الناخبين اللي أصلا في الطبيعي توجهاتهم بيروحوا لحزب المحافظين تقليديا يعني ما لهمش تصويت غير المحافظين ده معناه إنه في تغير في توجهات الناخب البريطاني لا مش بس كده أزيد حضراتكم من الشعر بيت النسبة دي اللي عايزين ينقلبوا على الإسترس أو مش عايزينها تكمل ده دول بيقولوا في الاستطلاع والله إحنا في الانتخابات اللي جاية هنصوت لصالح حزب العمال اللي هو متعثر جدا في أداءه السياسي وقال لما يصل إلى السلطة في بريطانيا طيب دي الصحف البريطانية حتى الصحف الأمريكية كمان اتكلمت وحتى الصحف البريطانية انتقدت نروح مثلا لي الفورين بوليسي قالت انه يعني شبهت الحقيقة وعملت توصيف كده غريب قوي وممكن يكون في أوروبة بيحمل معاني ودلالات سلبية قالت انه رئيسة الوزراء الجديدة خصوصا في المسألة الاقتصادية عايزة تعمل نفسها مارجرد فاتشر بس هي مش كده وعايزة تعمل بلدها دولة عظمة لكن هي في الحقيقة مخليها أشبه بالأرجنتين تشبيه طبعا يعني يحمل دلالة معينة وفيه إشارة كده معينة طب هي ست دي مشكلتها اقتصادية بس لا صراحة انه في مشكلة كمان أكبر من كده الديلي ميل كتبت النهاردة وقالت انه ليسترس حكمت على الملك نفسه تشارلز الثالث انه ما يجيش يحضر قمة المناخ عندنا في مصر اللي هتتعامل بعد أسابيع قليلة في نوفمبر ودي حاجة كبيرة جدا بالمناسبة بالنسبة للملك لانه معروف قد ايه هو مهتم شخصيا بقضية المناخ قبل ما يكون حتى ملك ما كانش بيفوت اي حدث او فعل لقب البيئة غير ولازم يحضرها حتى المؤتمر الاخير اللي تعمل برضو بخصوص المناخ اللي هو كان في جلاسكو كان هو حاضر فيه قال ايه انه ليسترس نصحته يخطط ويرتب اول زيارة خارجية له بعيدا عن اهتماماته الشخصية هو بقضية المناخ ويرتب الزيارة دي حسب اجندة البلد وايه المهم بالنسبة للبلد كمان بقى لما نيجي نقرأ التفاصيل في الديلي ميل هنلاقي ان هما كاتبين جملة في منتهى الاهمية بيقولوا ان الكلام اللي قالته ليسترس دوت مكانش مجرد نصيحة ده هي تقريبا كده اكبرت ان هو يلغي مشاركته في قمة المناخ هي ما خيرتهش وفعلا يعني اصر باكنج هام اكد انه الملك مش هيحضر القمة بداية مبشرة لرئيسة وزراء بريطانيا الجديدة وهي البلد اصلا مش نقصة من بعد براكزت والبلد تايها تتحالف اقتصاديا مع مين تعمل اتفاقيات تجارة مع مين تحط ايدها في ايد مين تقف مع امريكا ولا تقف مع اوروبا نقفل الباب وش روسيا ولا نسيب الباب مع روسيا موارب طب هنعمل ايه مع الصين سؤال يتردد فيه بريطانيا اليوم كل ده وبريطانيا عندها حلم ترجع دولة عظمة وامبراطورية كبيرة صاحبة نفوذ وتأثير في العالم زي زمان اشتركوا في القناة